موسيقى ومع هذه الانطلاقة الجديدة والجميلة أنقل مكرفون الزميل السعيد بن علي الزرعي بسم الله الرحمن الرحيم شكراً محمد شكراً لكل الزملاء المعلقين المتابعين في كل مكان نحييكم مرة أخرى مع انطلاقة جديدة من انطلاقات فعلياتي هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام بدولة الامارات العربية المتحدة بمدان اسوان بامارة رأس الخيمة قبل قليل أعلنت انطلاقة الشوط الثامن في مجموعة الأشواط والشوط الثامن يحمل في كشوفات القعدان الحقائج المهجنات رصائي النسير مباشرة مع مقدمة الشوط مع انخلي بسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعملية التضمير عند سيد علي بن هزيم الامسافري المكتشف وصل في هذا الشوط ننتقل مع المركز الثاني وصول من للطام ووصل للطام وانتزع المركز الثاني لسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد بن مكتوم وعملية التضمير عند سيد سهيد بن هيان العامري نقلت مع المركز الثالث الوصول من قبل وصل الان اللي غادم مليح مع المركز الثالث لسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعملية التضمير عند السيد السيد خلب مطرب حلوان الأكتبي ولكن الدخول في هذه اللحظات من غبل وبران اللي غير اللي غير موازين الشوط والملكية تعود لسعادة الشيخ حمد بن جاسم فيصل آل ثاني والمضمر السيد سالب بن عامر المدهوشي اللي غير موازين الشوط وانتزع المركز الأول ما شاء الله ننتقل مع المركز الثالث شوفوا الوصول من غبل هملول وصل هملول السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعملية التضمير عند السيد راشد راشد بن سالب بن شاوي لغفلي ننتقل مع المركز الخامس هناك الوصول مع المركز الخامس وصل الريان وصل الريان لسعادة الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني وعملية التضمير السيد مبارك بن جار الله بن سالمين المري ضيفنا من دولة قطر الشقيق نرحب بضيوف الكرام من كل ميدان ننتقل مع المركز السابع المركز السابع الوصول من غبل شاهين ووصل شاهين في هذه اللحظات في شحار سبو الشيخ عمار بن رحمة النعيمي وعملية التضمير عند السيد سيد علي بن مهير بن مليش الاكتب ولا كل الغدوم مع المركز التاسع يا سلام اللي وصل الطاقي وصل صلالة الطاقي اللي نضم لينا في هذه اللحظات المملوك لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله المعلة وعملية تضمير السيد ناصر بن عبد الله المدهوش نكتفي بتسعى المراكز هناك التغيير وهناك التسلل الناعم على مقدمة هذا الشوت يسلام شهود اللي اندفع بمقدمة الشوت سيطر سيطر بدع بالمركز الأول هذا هو هذا هو اللي سيطر سيطر وبران وبران بشعاس عدسك فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وعملية التضمير عند السيد سالب بن عامر المدهوشي ولكن شوف الغدوم شوف الغدوم من غبل من غبل هملول اللي بدع اللي يغير ولكن الريان يا الريان بدأ بدأ في هذا الشوت يقود القعدان بدأ يبدع على ساحة الميدان بدأ يقادر لايحة الكيلو المتر الأفير الملكية تعود بسعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ضيفنا من دولة قطر الشقيقة وعملية التضمير عند السيد مبارك بسالب بن جار الله البسالبين المري يبحث عن تسجيل النقطة الثانية كتقادر هذه النقطة إلى الأشقاء في دولة قطر الشقيقة ولكن ولكن وصل من اللي رفع رأيه التهديد بشعار سعادة شعاسم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوب الله يا بن حلوان خلق بمطر بن حلوان الاكتبي ولكن الضيف العزيز الضيف العزيز القادم من الريان من دولة قطر الشقيقة بدأ يقر الشوط الله يا الريان يسجل الهاترك يسجل الهاترك بشعار بشعار سعادة الشيخ جاسم بن حمد آله ير merde الرحيERE أنبارك ير مرض يمير سيطر 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 الريان الرحيان يا الريان وسلامنا وتحياتنا لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ جاسم بن حمد آله الثاني تهانينة النموس وتهانينة مبارأنا بسالم بسالمين ألم bei مضمن الريان اللي يسجل الهاترك في هذا المساء لحظات رصول المركز الثاني وصل مع المركز الثاني مليحي سمو الشيخ أحمد بن محمد رأي الملتوب المركز الثاني وصل في شاهين لسمو الشيخ عمار بحميد النعيمي والمركز الرابع يصل في متابعين الكرام الطاقي وعملية الطاقي لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله المعلال المركز الخامس وصل فيه مع المركز الخامس انخلي بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هكذا متابعين العزاء نعود بالتهني والناموس إلى الأشقاء في دولة قطر الشقيق إلى سعادة الشيخ قاسم بن حمد بن خالد آل ثاني ولم ضمر أليه الريان السيد مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري سجل النقطة الثالثة في هذا الميدان بهذا المساء تهانينا إلى جميع الفائزين بالمراكز الأولى والمكرفون إلى أحد الزملاء المعلقين في عربة النقل موسيقى موسيقى